نفتح الكروت الكروت دي بقى أس حسن حراك اللي احترى السؤال وتجاوب عليه وكالعادة لو السؤال مش عاجبك راح لفه ومش عايزة جاوب عليه طب يعني طب ما بيش كارت منهم أصحابه ولاقي مبروك كسبت 75 جنيه ما هدين مفاجأة أس حسن بس هناك وتشايلهلك للآخر أس حسن بس هو عادة يعني رفهمك حاجة احنا بنسبع آخر سؤال عشان حما ما نكملش كروت بس احتلقوا لك في الآخر حتى أخذت من الآخر بقى أسحاب منين من فوق ولا من تحت اللي انت عايزه اي كارت يعني اه طبع انت بقى سألة لطيفة يعني ما فيهاش مش الأسألة اللي هي بتاعة حراق أقول سؤال اه طبعا يا فد من وجهة نظرك أغلى لاعب في الدوري المصري حالاني يساوي كام مليون بجد بجد يعني بس أحط فيها تبارك الأسعار زادت انا عارف طبعا معلش يارش نزود شوي 6 مليون 6 مليون 6 مليون دا اللي بياخد 6 مليون في السنة يعني دا المرتب بتاعه دا اللي أنا أقصده اه ما أنا فاهم مش اللي هو عملية الشراء بينه بين نادي النادي مش عملية الشراء بينه بين النادي طب من نادي النادي اكتر لا مصر ممكن تشتريه من نادي تشتريه بكام 15 مليون 15 مليون دا يعني لما تبقى الفلوس عندنا هاي حاجة طائرة كده ها يعني يعني انت لو لوح تشتريه ابراهيم عادل من براميز هتدفع فيه 15 مليون 15 مليون دا أنا بقوله على سبيل المثالي ها ها